خلينا نسيب السيتي والريال والروح لديربي مهم جداً النهاردة ديربي ميلان شايف المباراة هتمشي ازاي تفاصيلها والاقوى هيكون مين في هذه المباراة عايز اقول ان ديربي الانتر وميلان انه هيتلاعب في سيميفاينال دولة طال اوروبا بيرجع لحد احساسي السنة دي ربما ممكن نقول اول سنة الناس تبقى تفتكر الكرة الايطالية يعني منذ 2006 ومنذ فضيحة الكالتشي بولي طبعاً الشهيدة اليوفينتوس من بعدها الكرة الايطالية تضررت تماماً تماماً من الوقت انه داخلين في ما يقرب من يعني تقريباً كده ايه 18 سنة اول مرة السنة دي احس ان الكرة الايطالية بدأت تشم نفسها زي الكرة الايطالية والمتابعة ليها اها بنقرب من الكرة الايطالية طبعاً ان الدولة الانجليزية في حتة الواحدة بصراحة ميلان طبعاً السنة دي مقدم موسم اكثر من رائعة خصوصاً على مستوى الاوروبي الفدي طبعاً مع بيولي فعلاً مختلف تماماً برضو انزاجي انتر مقدم معه موسم جيد بعين على الدوري طبعاً خلاص الفرقتين خلاص نابولي حسم اللقب ديربي حلو وماتش حلو جداً بيرجعنا للتسعينات ويرجعنا لبداية الالفينيات ماتشات ميلان وانتر كانت بحلو وكل شيء بس طبعاً اكيد النجوم حالياً في الفرقتين مش متكبة لزمان يعني اللي يفتكر ديربي ميلا وانتر ده كان اقوى من ريال مدريد وبرشنوه في التسعينات العالم كله كان ينتظر ديربي ميلا وانتر اكتر ما كان حد ينتظر اي ماتش في انجلترا وينتظر حتى برشنوه الريال فاتمنى ان شاء الله النهاردة نشوف مباراة حلوة بس اكيد اكيد طبعاً المنافس منهم بكل امانة فرصته قدام الريال او الستي في الفاينال مش يعني قلب كتير مش زي مواجهة الفرقتين طبعاً انا فوجة نظري المنتصر من مواجهة الريال والستي هو تقريباً يعني خلاص يعني حطي ايده حطي ايده على الكاس لان بصراحة ميلا وانتر لا لا فيه فجوة فيه فجوة في المستوى للفرقتين للكورة حالياً مع طبعاً بطل اسبانيا زي ريال مدريد او حتى بطل انجلترا زي منسيتي